بسم الله الرحمن الرحيم مكملين مع بعض في السام اي بي هنتكلم النهاردة على بداية بقى الجد جوية الجنريتور وازاي نجنريت بالفرانكا وايه هي الفرانكا ونبتدي نتعرف شوية عالسينتيكس ونبتدي برضو نشوف بعنينا هوا ازاي لما الكلينت بي نادي على فونكشن بتبتدي تنزل تحت لللو لير وتوصل للسيرفز الناحية التانية مبدئيا لو انت عشان خاطر احنا بقلنا كتير قوي ما عملناش فيديوز بصراحة على السام اي بي فمحتاج ان انت ممكن تريكاب في اخر 2 فيديوز ممكن تسيبك من الفيديو اللي فات ده كان الانستيليشن للتول ممكن بس تشوف الفيديو اللي قبلي ده مهم جدا عشان خاطر نبتدي من حيث انتهينا يعني طيب اخر حاجة كنا اتكلمنا عليها قلنا ان الفي سام اي بي بيتقسم عندنا الكزا لير اولا عندنا الاي بي سي ستاك ده اللي هو اللي بري بتاعت الفي سام اي بي واتفقنا ان احنا عندنا الجزء بتاع البايندينج واللي هو بيفرق انت هتشتغل سام اي بي ولا هتشتغل دي بص واتفقنا بعد كده ان احنا عندنا اللير فيري فريندلي وكمباتبل جدا مع الديفلوب منت بالسي اللي هي الكور ران تايم ومن هنا كلمة كومباتبل مش معناها ان هي مثلا ممكن تبقى كومباتبل بلغة تانية او اللي تحت دول مش لغة سي بلاس بروس لا اكله طبعا سي بلاس بروس بس اقصدت هنا ان هي سهلة الديفلوب منت مش حاجة كلها تيمبلت بقى وحاجة كلها تكون برامتايزد وتبقى ايمع على التيمبلت بروغرامنج لا اهي حاجة سهلة جدا فبالتالي اللير دي احنا كيوزر أبليكيشن بنتعبل معاها طيب الرجالة بتوع الكومن اي بي اي اللي هم شركة برضو جينيفي عملولنا جينريتور زي اللي احنا شفناه مابل كده بيبتدوا يساعدونا ان هو يجينريت شوية كود الشوية كود دول بيتانتجريت مع هم بيجينريت على فكرة تو كود حاجة اسمها كومن اي بي اي كور جينريتد كود ده بيتفاعل مع الكود بتاع الكومن اي بي اي كور وبردو بيجينريت كود تاني اسمه كومن اي بي اي بايندينج جينريتد كود الكود اللي بيتجينريت ده بيتفاعل مع الاتنين بصراحة هو بيينتيجريت بقى هو دي حلقة الوصل اللي بتمسك الكور بالبايندينج يعني كأن فيه فانكشن هنا بتنادي على فانكشن هنا يعني طيب وهنشوف الكلام ده بعينينا النهاردة ان شاء الله حابب انوه على السلايد دي ودي متاخده من البي دي اف ده انت مجرد بس اما تتاخد البي دي اف ده تحطه كده على جوجل هيتلعلك البي دي اف ده دي كات شركة جيني في عاملة سلايدز كده بتشرح السما اي بي حابب بس انوه الى اه هو ايه تقسيمة الفيدل ويه الديبلويمت اولا الجينريتورز اللي عندنا بيستخدموا فايل اسمه فيدل وفايل اسمه ديبلويمت الفايل اسمه فيدل ده بيقدر يجينريت كود سبسيكلي بس للايه للكومنس اي بي اي كور والديبلويمت بي امبورت جوا الراجل ده اللي هو الفيدل فايل وكمان الراجل ده بي امبورت جوا الراجل ده والراجل ده اوتوماتيكلي بي امبورت جوا الراجل ده وهنشوف بنفسنا الفايل ده قد ايه هو مهم لانه بيعرف شوية وبيعرف شوية إنستانس آيديز يعني بلت إن للسماي بي فبالتالي برضو مهم جدا انت تيمبورت ده في الدبليمت مش النهاردة قصتنا بصراحة الدبليمت ممكن تبقى المرة الجاية ولكن النهاردة هدفنا نحن نتكلم على الفيدل فايل ونشوفه ازاي بيجنرات كود ونبتدي نحاول نمشي مع اللايبري من اول لما الكلين تنادي على فونكشن لغاية لما توصل للسيرفز المهم يعني إن احنا قلنا إن الديبليمت ده هو برضو هيتستخدم الجنيراتور هيتستخدمه عشان يطلع كود للبايندينج بتاعه معلومة سريعة بتقابل مشاكل كتيرة جدا وإنت جاي تستخدم الجنيراتور ممكن تيجي ترن الكومنز اللي احنا بنرنها دلوقتي مع بعض يبتدي يقول لك error إن الجافا بتاعتك مش compatible فإنت محتاج إن إنت عادةً السكريبت اللي لو إنت شغال بالسكريبت بتاعي فهتلاقي إن أنا أوتوماتيك ليسا تبتلك الجافا ولو إنت عندك على الجهاز مالتي جافا يعني عندك أكتر من جافا في فيرجن فالطبيعي إن الـ operating system very smart إن هو بياخد أحدث حاجة ودي طبعا مشكلة معنا لإن الفيسام IP عندنا بيستخدم في فيرجن اللي هي تمانية اللي هي دي فإزاي أبتدي أقدر أتشينج ديفولت جافا فيرجن إن إنت تكتب الكومن ده سودو أبديد داش ألترنتيبز داش داش كونفج وتكتب كلمة جافا بيضوية الكومن ده مهم جدا أنت ممكن تكتبه على أي حاجة يعني ممكن تكتبه على سي بلس بلس لو في عندك أكتر من سي بلس بلس أو بايسون مثلا وهكذا يعني وبتبتدي تسليكت طبعا بتختار الرقم فمسلا فور إكزامبل أنا لو كنت كتبت الأستركت دي معمولة عند السفر فلو جيت ران الجنريتور بتاعي كان هيدرب الأيرو ولكن بما إني عمله دلوقتي على اثنين فالجنريتور تشغال عادي ما فيش مشكلة مبدئيا جوه الفولدر اسمه جنريتور هتلاقي فيه common API generator واتفعلا ان الراجل ده مسؤول على الكور والمسؤول على البايندينج هتلاقي فيه كلمة السم IP وهنا ستعمل slash common API generator linux x86 underscore 64 و dash s k على فكرة هنا دي معناها عشان بس دي معلومة ويرد شوية كده نرجع الورى للجنريتور لو دخلنا جوه common API generator وروحنا ننفذ linux x86 64 وعملت dash help هتلاقي هنا او اه هتلاقي داش s k دي بيتجنريت اسكيلاتون كود عشان خاطر يطلع لك ال stop default يعني هوريك طبعا بص خلينا هوريك احسن تعالى ندلت source gen وتعالى نرن الراجل ده اللي هو جوه common API generator common API generator ده sorry linux x86 64 وهتدي له الفيدل فايل كويس بالشكل ده كده هو كده بيجنريتلي كود تعالى نشوف ايه اللي تحت source gen دلوقتي هتلاقي دلوقتي طلع لك hello وهلو wallet proxy وهلو proxy وهلو stop بس طلع لك شوية header files دول مش كل حاجة ده مش سكيلاتون تقدر تستخدمه في كود كامل ولذلك محتاجين ان احنا نضيف ايه dash s k بالشكل ده كده بيبتدي يزود لك ال stop default بتاعتك اللي بيبقى فيها اللي انت بتحتاج تستخدمه عشان تلينك الكود بتاعك بيه فمهم جدا انت اخد بالك من ال option ده اوكي طيب يبقى ده كده اول حاجة عملناها شفنا ان فعلا لما جيت الرن ده نقول لو اخدنا بالنا بقى ايه هتلاقي ان كل اللي طالع هنا ملوش مش عارف هو دي باس ولا سام ايه يعني انت لو انت اخد بالك هلو وولد بروكسي بروكسي stop default stop default مفيش اي حاجة related بيه ال IPC اللي هيشتغل عليه هو نوعه ايه ولذلك لما بتيجي ترن بقى الجنريتور التاني اللي تحت command API سام ايه بي جنريتور وتيجي داش داش ايه اللي ده بتحدد اللوج ليفل مش اكتر وبقى حكاب تديجي تديله ال deployment بتلاقي فايلات جديدة زهرت اللي هي بقى اي فايلات مكتوب فيها كلمة سام ايبين فمن هنا انا فاهم كل جنريتور بيقدر يجينريت ايه من الصورة دي اكشلي يعني ان ال deployment بيقدر يجينريت للبايندينج و الفرنكا او الفيدل بيجينريت لل ايه للكور ده كلام جميل طيب تعالوا نبص مع بعض على الفيدل فايل وقول لهوا اصلا دي قصتنا النهاردة ان احنا هنمسك شوية ناخد experience لطيفة خلينا نقفل لما لوش لازمة نمسك الفيدل فايل مبدئيا عندي كلمة package دي كلمة build in بيضاوية جماعة برضو معلومة سريعة كده الفرنكا دي لغة من ضم اللغات اللي بتستخدم برضو في الجافا وبتستخدم برضو في كتفق ايه حاجة تاني مش متنزكر بصحافة زي ممكن استخدف حاجة تاني يعني فهي لغة اصلا من ضم اللغات يعني المهمة جدا فالجينريتور دا بيبتدي يستخدم السنتكس دي عشان يقدر يطلع لك بيها سورس كود يعني طيب فكلمة package دي built in جواها دي كلمة انت بتديها لدي given ممكن تديها اي حاجة فمسلا فور اكزامبل لو انا جيت عملت حاجة زي كده وكده بتله مسلا معتصم هتلاقي ان الـ generated code اللي هيطلع الـ name spaces هتبقى بالاسم ده والفولدر الرئيسي يعني ايه الفولدر الرئيسي يعني مثلا خلينا نجرب مع بعض هعمل هنا كده كلمة test اوكي وتعالوا مع بعض ان ايه فايداوية عشان بس مش كل شوية هقعدة generate انا عامل script الـ script دا كل اللي بيعملو ان هو بيتشيك على الـ arguments اللي انا بعتهالو لو اقل من اتنين هيديني اقره عشان يقولي الـ usage بتاعتي ازاي ويرجع بسالب واحد يعني مثلا فور اكزامبل لو انا عملت كده هيقوم خارج اهو ويمديني ايه مديني سالب واحد اللي هو 255 طبعا زي ما انتوا عارفين بحيس ان هو يعرفني الـ usage بتاعتي عاملت ازاي فبس عشان بدلا ما اكتب الـ comments كل شوية يعني فهي يالله نديله الفيدل فايل الجديد ونديله deployment file زي ما هو الراجل بيقول بالشكل ده كده هتلاقي ان الكاريت تحت source-gen فولدر جديد اسمه معتصم فمش بس ان الـ common API يعني عشان بعض الحصولد بقي ايه اة اكتب تعرض ان investigated ونوضع ايه 유سي كده اين اطبعوا قلبن خرججني ايه ايه انا menghtend علم تقني خرجت ان الـ ايضب كان ضد ما ماهتم ايضبان ايضبان ايكال فلدر جديد حاجم فلدر ان نถ liloud بس. هلو. هوا اسمه اي فدل. هلو. دوت. فدل. بالشكل ده كده. كيس مش هتلاقي فيه ارر. حل? كده مفيش ارره. ايه اللي بيحصل بقى. ان مش بس بي. زي ما قلت لك ان جنريتر كود هيطلع لك باسم معطاصم. لأ ده كمان هتلاقي فيه فولدر. بسوري يعني احنا عملينها تست دلوقتي. فهتلاقي فيه فولدر دلوقتي باسم تست. اللي هو ال package name دي. كيس. فانت مسلا هنا لو كنت كاتب معطاصم كنت هتلاقي. هتلاقي الفولدر اللي تحت ال جنريتور ده تحت سوري تحت سورس جن. اهو بصوا. سورس جن ده شتلاش في واحد سلاش معطاصم. فبيتلاقي. كانت لك فولدر بالاس ده كويس. بلوس ايه كمان. لو انا دخلت جوه تست ده. وجربيت كده على تست كابيتل او اكشلي مش كابيتل هي اي و اس و تي. هتلاقي ان الراجل ده بقى name space. فده اللي بيرفليكت معك في ايه بيرفليكت معك باسم الفولدر وباسم name space. اوكي. طيب. فعاداتا هتلاقيها يعني مين لي بتبقى اسمها common API. لو انت بتعمل حاجة تست او بتنزل كون من عندي او حاجة زي كده يعني. بعد كده بنيجي هنا نقول انترف minority. هنا انا بعد اتفهنا بلكده ان الطاقة بتاعك اللي انت بتكتبه ده يكوني انترفيس انترفيس جواها كازا او كازا او سيرفيس اكشلي بنسميها سيرفيس. جواها كازا انترفيس. ولكن ده هنا بيقدر يربريزنت بعد كده اسم الانتيتي يعني الاسم الكلaleb اللي جوة لو في مثلاً آآ 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 كلو اسم الـ مثلاً فهو عايز يدي له base name فبيبتدي بيه فده مهمة قوي 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 لهو الـ interface name. زي ما انت شايف هنا بتلاقي مثلاً class hello wallet, class hello wallet proxy, class hello wallet stop, header file باسم بنفس الحاجة فده بيبقى الـ entity بتاعتك. interface وبتبتدي كل براكت فوق وكل براكت في الآخر. version دي بتبقى بعد كده name space actually بيبقى v1 underscore 3 ده بيبقى الميجور نمبر و الميجور نمبر. عادة بنبقى بنستخدم الـ version دي كتريسابيليتي للـ library بتاعتي. يعني انا في الاخر الكود بتاعي مثلاً ممكن انا اجنريته ازا لب او اجنريته ازا اكسكيوتو بل. فهيبقى ليه version. فده الـ version دي هي اللي بيتحدد الراجل ده. كل الكلام ده يعتبر ايه? basics او copy paste انت هتاخده من اي كودة دي مفيش مشكلة. اللي هتبتدي تغير فيهم بقى اللي هي الميسودز والبرودكاست دي. هنتكلم طبعاً بالتفصيل. سوري. هنتكلم بالتفصيل في الساشن اللي جاية لان انت بعد كده بتقدر ممكن كمان تعمل فيد الفايل يكاري الـ data types. حاجة اسمها hello wallet types. فهنشرح بالتفصيل عشان بس ما كاروتش الحتة دي. هنشرح الـ data types دي. ولكن بشكل عام انساً ان انا فيه data types هنا. هو اللي structure او بتاعي الميسود دي. انا بيخش باقول كلمة ميسود او باقول كلمة بروتكاست. فميسود دي يعني function. function زي اللي كنا بنعملها قبل كده مرة فاتت في الديمو. جاست بنادي على function وخلاص. لكن بروتكاست دي لو انت فاكر زي حتة الانترابت كده اللي هو انا بنادي function وعمل زي فكرة اليوتيوب. وانس ان الراجل رفع حاجة هيبتدي يبابلش عندي. جايني بسابسكرايب على حاجة وهو بيبابلش. فدي عملية البروتكاست. الميسود هي جاست فانكشن عادية خالص. اوكي? طيب. فانا عندي هنا function اسمها say hello. الفانكشن دي بتاخد input string name وبتخرج output او بترجع output message. انا انا همسك الحتة دي بس وهقفل عليها النهاردة. او يعني هقفل عليها الفيديو دا واللي جاي يعني. اوكي?